علاج الهشاشة مهم مرض الهشاشة مرض غير مؤلم احنا كل مرة بنطلع انا وانت مع بعض نقول للناس كده مرض مش هيعملك وجعة ولكن مرض الهشاشة بيخليني عرضة اني اكسر اكتر والنجاح بتاع علاج الهشاشة انه يحقق نسبة كسور اقل احنا الاتزام بتاعنا في سنة كبير بيبقى وحش وبالتالي بنقع كتير طب انا لو جودة عضني وحش وانا وقعت هيحدث وهينتج عنها الكسر وبالتالي انا مطلوب مني اني اكون عضم كويس علشان ما تكسرش بعد الشر لو اقعت اكون عضم كويس ازاي العلاج والحركة والتمرينات اعمل تمرينات حتى في البيت او عضلاتك على قد ما تقدر خلي بالك انك تاخد العلاج بتاع الهشاشة بتاعك محتاج جرعة من الكالسيم وفيتامين دي لازم ناخدها كل يوم وبالاخص في السنة الكبيرة وناخد بالنا من الحاجات البسيطة السجادة والحاجات اللي بتكعب للناس في البيت وانا انا محتاج حاجة تسندني او مساعدة على الماشي زي عصايا عشان ما اقعش ده علشان اعالج الموضوع واسيطر عليه في البداية اني ما وصلش اني اقع او لو وقعت ما تكسرش لو وقعت بقى بعد الشر وحصل كسر في مفصل الكتف عندنا فئتين عمريتين في سن صغير احنا بنحب نرجع كل حاجة في مكانها العضم يرجع في مكان ويتثبت كويس ومش يتثبت بس ده انا بحاول ابدأ مجال حركة باتري لان السن الصغير مايكل عايز كدفه يرجع كويس عايز يلعب رياضة وعايز يجيب ايده فوق راسه وعايز يعوم وعايز يمرس نشاطه بصورة طبيعية على قد ما يقدر وبالتالي التسامح بتاعنا بيبقى قليل جدا 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 وبنحاول نحط شريحة ومسامير كتير علشان نرجع مجال الحركة بدري وما حبش المريض يعمل شريحة ومسامير واقول له مش هتعمل علاج طبيعي لمدة شهر ونص لان دي غلط مش صح انت حطيت شريحة ومسامير كويس وثبت الكاسر تاعك في مكانه كويس ابدأ علاج طبيعي مباشرة حتى لو بحاجات بسيطة والعلاج الطبيعي بيختلف من حركات بسيطة لتقوية عضلات عنيفة ودكتور العلاج الطبيعي مش بيبدأ مع المريض اول يوم بعد العملية بتمرنات عنيفة وبأوزان ويحمل ويبوز لعملية لا هو برضو زميل وفاهم وعارف واحنا بنقول له احنا عملين عملية وحطين شريحة ومسامير فمش هيقرص على المريض في البداية وهيعمل حركات بسيطة لكن هتكون مطلوبة عشان تحافظ على مجال الحركة في المفصل لان تاني يا مايكل مفصل الكتف من ضمن المفصل اللي بتتيبس بسهولة وعلى العكس من التوجه دوت يا مايكل التوجه في السن الكبير في السن الكبير في وجودها شاشة جامدة احنا بنبقى متسامحين بنسبة كبيرة مع مفصل الكتف يعني نسبة مش قليلة من الكسور بتاعت نفصل الكتف بنخير المريض بنقول له انت ممكن تعمل عملية وممكن ما تعملش عملية بيخش بقى في التقييم بتاعنا حاجات كتير مشاكل الصحية اللي عند المريض عاملة ايه حالة الهشاشة عاملة ايه المنظر وشكل الكسر عاملة ايه هيقدر يخش يعمل جراحة ولا لا المريض دوت نشاطه كان عامل ايه قبل العملية فيه فرق كبير ما بين مريض احنا عندنا ناس عندهم سبعين سنة بيلعبوا رياضة وفيه ناس عندهم سبعين سنة اخصى حركة بيتحركها من البيت للحمام نتيجة مشاكل صحية اخرى بتحدي من حركته وبالتالي احنا بنقيم المريض طبقا لاحتياجاته هو محتاج ايه لكن بصورة عامة نقدر نقول ان الكسور بتاعت نفصل الكتف في السن الكبير احنا بنتسامح معاها شوية وبنقبل كتير علاج تحفظي ايه معنى كلمة علاج تحفظي انك تلبس عليقة طيب معنى هلبس عليقة عملين نقولهم من اول حلقة هيجيلي تيبس عشان كده بنبدأ علاج طبيعي بدري حتى لو ما عملناش عملية حتى والكسر ظاهر على الاشعة والناس بتتخض لما بقولهم كده الكتاب الكتب العلمية بتاعتنا كتب ان احنا نبدأ العلاج الطبيعي اول ما الانم يقل مش لما الكسر يلتائم على الاشعة او لما الالم يقل عادة عند ثلاث أسابيع بنبدأ علاج طبيعي والمريض دي بقى لسه الاشعة عم طلعها الكسر ويقول لي ازاي هبدأ علاج طبيعي ازاي ده انا لسه اقوله معلش احنا هنبدأ مدام الحركة الوجع بدأ يقل نبدأ العلاج الطبيعي عشان مش عايز اوصل لمرحلة الهشاشة سوري التيابوس اللي بتخليني انا مش قادر ان انا احركت فيه وافقد مجال الحركة وافضل على طول مش عارف حركة دريعي بعدك اشتركوا في القناة المشروع